ولا على يا اساس يطلع طفل عمره ثماني سنين لين عيساوي لين من عامرية الفلوجة داقي لأربع رهاب والله يا اخوان مقصة من الخيال يا جماعة قصة حقيقية ما تشوفني لقطات هذا الطفل هذا عمره قل من ثماني سنين داقي لأربع رهاب شنو شنو على يا مقياس على يا اساس وين النايمين منظمات حقوق الانسان وين هم النايمين النواب المدافعين عن حقوق الانسان طفل عمره اقل من ثماني سنين دقوا لأربع رهاب على يا اساس خلي نكونوا اضحيين هاي الاجراءات ما القبل ما تمشي علينا بعد القانون يطبق على الجميع بس مو يطبق والله يا دقوا لأدقوا ماكوش حاج بعد اهل السنة والجماعة هم العراق مثل الشيعة الجعفرية هم العراق اثنين هتنضحوا من اجل ان يبقى العراق عراق فما من حق اي واحد يرجع للاساليب الطائفية وندق على خشمة بالقانون وما نسمح له نعم نحتيها بجرأة لحنا مضعفة طفل ما نسمعني اش قال عبس بالعراق انا لقيت اسمي بالحاسبة 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 حتى من داعش طب انا لقيت اسمي بالحاسبة ما ذه الاجراءات ما مقبولة سمعوها زين مو كل واحد من اي الاسنة والجماعة دقولة اربع عراق دقولة اربع عراق حتى لو الطفل ما مقبولة بعد هاي اتقوا الله بالناس حتى الله سبحانه وتعالى يوفق الشعب انتم توليتم المسئولية تقولون على قدر هذه المسئولية وإلا لا لا خلاص باتر عقبة همين ابن الجنوب ابن العمارة وابن البصرة وابن الناصرية ما عدكم حجة عليه دقوا له 28 مخدرات حتى لو طفل وصارت والله يا عمي صارت والله من طلع الامات تقول لك ابني مراهق عمرك 15-14 دقوا له 28 انت تاجر مخدرات لا عمي صارت هذه ما مقبولة غيرنا ما يحكي احنا نحكي لنا هاي مسؤولية للغة للغة سبحانه وتعالى انت حاسب إذا نبقى ساكتين من يتحمل مسؤولية يجب ان يكون قدر هذا المسؤولية ولهذا اطالب اللجان المختصة ولجنة القانونية النيابية ان تفتح الان ملف ما يسمى بقانون الارهاب وتقول لهم انتوا على يا اساس ده الطبقونة هل بعدنا على الاساليب القديمة ما للطائفية لو اكو اصلاح اكو تقدم هالشكل يا اخي ليش تخافون يا اخي انا ليش اصير نائب اذا اخاف بس اردحتي ليش اصير نائب باسم باسم الشعب اذا اخاف ما صير نائب اكو اجمرتي اللي صير نائب يقول بقدر المسؤولية اللي صير وزير يقول بقدر المسؤولية وحسمنا الله ونعم الوكيل اشتركوا في القناة